عام 1917 جندي ألماني أيام الحرب العالمية الأولى اسمه أوتو بوخينغر أصيب بمرض الآثرايدس التهاب المفاصل أصيب بمرض الآثرايدس أصيب الالتهاب المفاصل أصيب بمرض الآثرايدس أصيب بمرض الآثرايدس ذهب إلى الأطباء قالوا له ما لك علاج فجاء له واحد وقال له أوتو قم بالصوم فصام صام لمدة 19 يوم وسبحان الله في اليوم 19 ومن ذلك اليوم كرس حياته لإفتتاح مركز متخصص في ثرابيوتيك فاستين الصوم العلاجي افتتح المركز عام 1920 صاله الآن أربعة وتسعين عام شغال المركز وسبحان الله توارثته الأجيال الجد اللي هو صاحب التجربة الشخصية في الصوم وبعدين استلم المركز ولده واليوم مستلم الحفيد منذ ذلك منذ ذلك منذ ذلك منذ ذلك ومنذ ذلك فأنت كان لديه منذ ذلك نحن أن نأكل مرات أجنب ونحن نأكل منذ ذلك سنرائز سنرائز عندما يمكنك أن تختلف من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عندهم صيام خاص فيهم مختلف عن الصيام الإسلامي ولكن الحكمة واحدة وإن اختلفت الشريعة عندهم الشرب مستمر ولكن امتناع عن الأكل لفترة محددة من الوقت وتقليل الغذاء اللي داخل بشكل عام وأنه يكون فيه نظام معين آلية معينة للتوقف عن الأكل آلية معينة للعودة للأكل إذا كنت تقوم بكثيراً 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 لديك تقوم بكثيراً 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 تقوم بكثيراً نعم هذا الفوض لا تحصل عن كثير من الناس اللي لما بيفطر بيفطر عن اليوم كله ما استفدنا شيء لأنه بالعكس أصلاً يعتبر من الضرر على الجسم أنه لما تكون صايم تفاجئه فوراً بأكل كثير بالعكس هذه واحدة من المعلومات أخدناها عن السومو ريسلرز اللي هم اليابانين دول الكبار واحدة من الأساليب اللي بيستخدموه علشان يزيد وسنهم بسرعة أنهم يقوموا بعدين يفاجئوا الجسم بوجبات ثقيلة فهذا يؤدي إلى تسارع معدل زيادة الأوزان في الجسم ولذلك فرمضان عندنا الأوزان بتزيد المشكلة ليست في التمر اللي كان يأكله صلى الله عليه وسلم المشكلة ما يحصل ولما نأكله بعد التمر لذلك المظهر الرائع اللي نراه في المسجد النبوي والمسجد المكي موائد الإفطار اللي هي على حبات من التمر واللبن هذا هو الإفطار الصحي لأن جسمك صار له فترة ما أكل فيتدرج جزء من منظومة الصوم كيف تفطر؟ كل أنواع الشربة عندنا بعض الناس عندهم مثلاً عدل شربة الطماطم شربة العدس في رمضان هذا شيء يعتبر جيد اللي عندهم هذه العدس تمر فيها الشربة تعتبر أكل خفيف على المعدة وسيلة جيدة للإفطار وكسر الصوم هناك أيضاً يمكنك أن ترى مصر من الطماطم هذا سالات جميل للأيس أولاً نأكل جيد الأرض وستحار نتحرك لا ترى أي نتحرك أو مينة والرابت أو أي يشعر؟ أي يشعر؟ أي يشعر؟ أي يشعر؟ أي يشعر придارة أولاً الآن لا يشعر؟ الصوم وفوائده الرائعة الواضحة الجليا على الجسم للناس اللي يصوموا صح باتباع السنة النبوية الصحيحة في الصيام أول شيء أن الدم يقوم بالتخلص من الكوليسترول الرئة تقوم بإطلاق السموم اللي حولها وتنظف نفسها المعدة والأمعاء تقوم بتنظيف نفسها الكبد يطلق مادة ثانوية للطاقة وهذا مهم جداً الإفطار يكون صح علشان هذه الفوائد تحصل في الجسم لذلك غاندي لخص الموضوع غاندي من أكثر الناس الذين كانوا يصوم ويؤمن جداً بموضوع الصوم وفوائده فكان يقول أي إنسان يستطيع أن يصوم كل الناس بكصوم سهل ولكن فقط الحكيم هو من يعرف كيف يفطر نفسنا يعمل على مستخدمات التي تحصل من الله نحن نتعلم مع مستخدمات ثم مستخدمات 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 نفسنا لا يمكننا التحصل على المستخدمات الصوم الطريق الملكي للعلاج هذه الفكرة أن الصوم علاج وجدوا أن الدب إذا أكل سم تجد سبحان الله هو بفطرته إذا أكل سم تجده يصوم لا يأكل شيء لمدة 36 ساعة وفقط يشرب ماء وتجده يجلس في مكان مزوي كذا الوحده ليطرد هذه السموم لذلك حتى هذا نراه في أنفسنا هل الواحد لما يمرض يقول يا أخي أنا جاءانب وأأكل ولا يقول نفسي مصدودة وهذا تفاعل بيولوجي طبيعي للجسم يخلي نفسك تنصد عن الأكل علشان تصوم وبالتالي تعطي مجال لجسمك أنه يعالج نفسه بدل ما الطاقة تذهب كلها على الهضم والمعدة فتذهب إما لو كان مريض للعلاج ولو ما كان مريض تجده في صحة وطاقة ونشاط لذلك قالوا أنه الصوم يزيد النشاط الأنرجي حقتك طاقتك في رمضان انخفضت معناها قاعد تسوي شي غلط لا نلوم رمضان مستحيل الله سبحانه وتعالى يأمر أن المسلمين يقوموا بشيء شهر كامل في السنة يعني تقريبا تسعة في المية من السنة تسعة في المية من أوقات البشر يأمر الله سبحانه وتعالى أن يقوموا بأمر يقلل من طاقتهم ويؤدي إلى خمولهم وتكاسلهم مستحيل وبالتالي من مؤشرات أن الصوم صح أن طاقتك تزيد طاقتك تزيد سبحان الله يعطي طاقة المشكلة في ناس بيفطروا فورا لاقي المائدة طبعا كبيرة وتنزل الأكلات التي لا تنزل إلا في رمضان يعني في شهر الصوم شهر الصوم في أكلات ما من أكلها ما مشوفها طول السنة إلا في رمضان ما أثروا على الجسم في موضوع السكر تحديدا قلنا أنه كميات السكر فيه خارج عن الطبيعي فالواحد لما يأكل هذه الكميات ناخد مثال رسم البياني هنا الوقت اليوم هذا عندك وكمية السكر والغلوكوز إذا أكلت مثلا على الفطورد ومشروبات غازية وحلويات يحصل سبايك أو اندفاع كبير جدا للسكر في الجسم يطلع الإنسولين بكميات أيضا كبيرة علشان يتعامل مع هذه الكمية الكبيرة من الغلوكوز الإنسولين لما يجي يخفض الغلوكوز من الجسم فتحصل هذه الفجوة فيحصل للإنسان الخمول والهبوط اللي بيحصل من الأكل وبعدين يحتاج إلى نسبة سكر أخرى فيأكل مرة أخرى جنك فود وهكذا تفضل السبايك هذه الطلعة والنزلة وتغيرات المزاج وتقلباته بعد الأكل الأكل الطبيعي ما في هذه الفجوة يكون فيه تناغم بين كميات السكر والإنسولين من أهم مؤشرات أن الأكل حقك صحي ولا غير صحي تشوف هل بيحصل لك خمول ولا لا بعد الأكل الحديث المعروف النبوي اللي هو ثلث لطعامه وثلث لشرابه ننسى أوله إيش أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ثم قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فالهدف من الأكل أنه يعطيك طاقة وصحة لإقامة صلبك وبحسبك هذا المقدار شوف بحسب كلمة بحسب يعني يكفيك هذا المقدار تحسد نفسك ما هي اللقيمات اللي تكفي لإقامة صلبك ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة يعني لو كان لابد من تقادر تقوم بذلك هنا قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وهذا مؤشر لك أي أحد من المشاهدين تبعه تعرف صومك صح شوف طاقتك زادت صحتك أحسن ولا لا ما هي النظام التي ستجعل الناس أن أعلم أنني أقوم بحسب جيداً أشعر جيداً أشعر جيداً لا تقوم بحسب أن شيئاً شيئاً غيراً إلا أنهم فعلوا شيئاً غيراً أو شيئاً غيراً يجب أن تقوم بحسبك أو يجب يجب أن تقوم بحسبك لا يجب أن يكون هناك أساعد هذا كل الصوم بريء منه الصوم ورمضان بريئين من كل الصفات السلبية التي تحصل للناس في رمضان لو رمضان نطق أظن حيرفع قضية علينا حيرفع قضية علينا حيرفع قضية علينا حييجي حيقول أنتوا إيش سويتوا فيها قاعدين تلوموني على أشياء أنا منها بريء سبحان الله هل لديك أشياء من جميع العالم؟ أشياء من الجسدية والصحية أريكم الآن صورة قبل وبعد لأنتون تلك الصورة قبل وبعد لأنتون سبحان الله تقدم الأكثر كتب الغرب مبيع في بريطانيا هذا يعتبر بحين صيحة في بريطانيا وفي بلاد الغرب اسمه The Fast Diet أو يعني الحمية بالصوم Eat well for 5 days كل كويليش لمدة 5 أيام وصوم لمدة يومين قلل الكالوريز حقتك لمدة يومين اللي هو إيش؟ اللي هو زي عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم صوم بكل 2 و 5 هذا الرجل يتكلم من مبدأ علمي بحت مبدأ علمي بحت المتائج من هذا الصيام الآتي 3 أشياء Lose weight تخسر وزن Stay healthy تبقى صحي Live longer عيش مدعطة So it's okay to exercise while fasting No problem We have scientific proof that the endurance during fasting is even better الجسم قوة تحمل وتزيد مع الصوم والضعف اللي يحصل للناس ممكن يحصل أول 3 أيام لأنه فيه تغيير في الهابتس حقا الأكل أنت بتعود طول السنة تاكل بطريقة معينة أول 3 أيام اللي متعود على القهوة حيبطلها اللي متعود على شيئا معينة فيمكن تحصل خلل ولكن بعد 3-4 أيام خلاص الصوم بالعكس اللي متعود على القهوة يحصل على القهوة يحصل على القهوة